يبدو أن رئيس ترامب مصر على تنفيذ تعاوداته التي أطلقها في حملته الانتخابية قبل عامين وعود صبت في مجملها لإعادة العظمة لأمريكا حسب قوله خاصة تلك المتعلقة بالميزان التجاري مع الصين فبعد عشرة بالمئة فرضت على بعض الواردات الصينية قررت إدارته فرض رسوم جديدة تصل إلى 25% على بضائع أخرى خاصة التكنولوجية منها العديد من المصدرين إلى الصين سوف يتضررون بسبب هذه التعريفات أيضا المستهلكون تضرروا من ارتفاع أسعار المنتجات وبالتالي سنشهد انخفاضا على مشتريات البضائع مما سيؤثر على المنتجين والمستهلكين معا أعتقد أن هذا سيؤدي إلى زيادة الضغوط للمطالبة بالتراجع عن هذه القرارات رغم الاعتراضات يواصل ترامب تصعيده للحرب التجارية ضد الصين والتي بدأها في يوليو الماضي بفرض رسوم جمركية على الواردات إلى بلاده بقيمة 34 مليار دولار موقف ردت عليه الصين بالمثل وكان بداية لإطلاق رصاص الحرب التجارية بين البلدين الجميع يشعر بالقلق من عدم معرفة ما سيحدث بالفعل شعور المستثمرون واحد وهو القلق مما ستحمله الأيام المقبلة والمستقبل للقلق ليس جيدا لمواصلة الاستثمارات والأعمال الناجحة في كل الحالتين يتواصل تصعيد الأزمات أخرها كان هذا الأسبوع بعد أعلان الإدارة الأمريكية عزمها فرض المزيد من رسومها على البضائع الصينية بقيمة تصل إلى 200 مليار دولار التعليمات أصدلت لوزارة التجارة لدراسة إمكانية زيادة الرسوم إلى 25% على أن تنتهي تلك الدراسة بإعلان الموقف النهائي في الخامس من سبتمبر المقبلة يقول مسؤولون أمريكيون أن الهدف الرئيسي من فرض هذه التعريفات الجمركية الجديدة هو حظ الصين على ممارستها غير نزيهة وفتح أسواقها وانخراطها في سوق تنافسيا حقيقيا حسين برهيم للإخبارية نيويورك